ما إن يزدل الستار على فصل من الصراع السياسي في العراق حتى يرفع عن فصل جديد يتشابه في الجوهر مع سابقه لكنه قد يأخذ بعدا آخر وفق الأحداث الراهنة على أن المقهورين في البصرة ترفع كتل سياسية لافتة إقليم البصرة كمهرب من أزمات الموت والتسمم المحيطة بالمحافظة وهو ذاته صراخ المتظاهرين فيها لكن إشاعاته من قوى سياسية يحيل إلى مآرب الفساد والإهمال الحكومي دفع مجلس البصرة للقول إن نيل حقوق المحافظة لن يتم إلا بالفدرلة ويعلان البصرة إقليما بعيدا عن الحكومة في بغداد الخاضعة للصراعات الداخلية والإملاءات الخارجية عضو المجلس حسام أبو الهيل قال إن مجلس المحافظة بدأ بتنظيم طلب رسمي لتقديمه إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الخطوات القانونية من أجل تشكيل إقليم البصرة بعد جمع تواقع ثلث أعضاء المجلس فكرة فدرلة العراق تعود إلى مطلع الاحتلال إذ عملت القوى السياسية على ترسيخ هذا المفهوم الذي رآه معارضون مشروعا أمريكيا لتقسيم البلاد مستدلين على ذلك بأن أول من طرح المشروع ونظر له هو جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وعلى خطى حكام البصرة يقود المتنفذون في محافظة نينوى حراكا آخر نحو تشكيل إقليم فدرالي خاص محتجين على القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة في بغداد على المحافظة ومستغلين جراح أهلها التي بقيت جثث الكثير منهم تحت الأنقاض حتى اليوم النائب عن نينوى أيمان الحمداني قال إن المطلب تبنه عدد من نواب المحافظة بعد إهمال الحكومة واقعها المأساوي فغالبية مناطق الموصل غير صالحة للسكن وبات وضع المدينة اليوم لا يطاق وبحسب التاريخ والتجارب فإن جل العراقيين لا يطيقون أيضا الحديث عن تقسيم بلدهم لكونتونات صغيرة يسطو عليها تجار الدم والسلاح لكن ساسة العراق الجدد لهم رأي آخر والأيام كفيلة بترجيح أحد الرأيين ترجمة نانسي قنقر